اندباط الجبالية بتسارع الشيبي للتحقيق غدا ومحامياته بتأجيل بسبب المقاولين الناس قالك اتحاد الكورة وبعت لللاعب قبل عنده مباراة مع المقاولين بعته الساعة واحدة لمباراة الساعة اربعة وما بصوش في الجدول يا سادة يا سادة لجنة الاندباط بعتت لي الشيبي قبل كدا والشيبي إدارة بيرامينز قالت اللي هو مسافر وبالتالي مش اتحاد الكورة في لجنة الاندباط هي اللي بتبعت هي اللي بتبعت بتبعت الجواب اللي احنا مقفول ابعته ده لنادي بيرامتس فبنبعته ما بنقولش الجواب في ايه احنا ايه ده استدعى لهم ما بصوش في جدو المسابة لكن بكل تأكيد الناس عندهم الاحساس وبيدير اللجنة شخصية مرموكة جدا وقضايا على اعلى مستوى معالي طبعا المستشار محمد شيرين فاهمي فبكل تأكيد الامر ممكن يتم تأجيله الحين بعد مباراة المأولين وننهي هذه القصة السخيفة كل ما تعنيل الكلمة منتخب الصلاة النهاردة ما شاء الله فاز على نامبيا على نامبيا عشرة ثلاثة وات كده تأهل الدور قبل النهائي فاز في مباراة الاولى اه اربعة سفر على ليبيا منتخب ليبيا منتخب كويس جدا وكان عامل معسكر في البرازيل قبل البطورة المغرب هي المصنفة الاولى افريقيا واحد المنتخبات العالمية ان شاء الله كده احنا نقطة التعادل احنا كده وصلنا الدور قبل النهائي عشان نبعد عن طريق المغرب في الدور قبل النهائي ونصل مباشرة لكاس العالم بوصلنا إلى الدور النهائي مبروك ليه طبعا كابتن جهد عرفة المدير الفني والجهاز الفني واللعابين حجم حامد أبو الوفا رئيس البعثة والمشرف على كرة الصلاة ما شاء الله وصل قبل كده بشطئية الكاس العالم والنهاردة بيوصل بالصلاة إن شاء الله هيوصل لكاس العالم وزي ما بنقول دايما حجم حامد من الناس اللي بتشغل بضامير جدا وش حلو على المنتخبات اللي بيشرف عليه باير ليفر كوزن توج رسميا بطل ليه الدوري الألمالي على حساب الباير وده طبعا الجميل مش مصدقك اقتحمت الملعب زي ما احنا شوفنا تشافق ألانسو طبعا المدير الفني وفرحة كبيرة جدا لهذا النادي اللي حقق بطولة غالية جدا على حساب باير ني ميونيخ البطل الأوحد يعني على طول للدوري الألماني كمان الدوري الإنجليزي اشتعل بعد هزيمة النهاردة ليفر بول أمام كريس بالس طبعا في مفاجأة كبيرة جدا بهدف مقابلة شيء واستهام هزم من فلهم 2-0 والأرسنال كمان هزم من أسطن فيلا 0-2 عشان يبقى ألمان سيتي 73 نقطة والأرسنال 71 وليفر بول 71 نقطة وأسطن فيلا 63 وتتنهام 60 نقطة دوري يا جماعة لا يغضع لأي ده كوكب تاني احنا بنتكلم في كوكب تاني دوري المصري النهاردة زي ما قلت لحضراتكم مباراة الساعة 4 كان بين طبعا سراميكا كيلو باترا والنادي المصري مباراة ما بين أيمن الرمادي وعلي ماهر اتنين تقال قوي اتنين مدربين يمتعوك من على الخط وكل واحد ازاي يعاوز يرجع وازاي يبقى له الغالبة ازاي يسطع على نص الملعب فالمصري بورسعيدي مع علي ماهر بقى في حتة تانية وايمن الرمادي سراميكا كيلو باترا بتلعب كرة هجومية تمتعك كرة على الأرض تمتعك فرقة عاوزة كرة صلاة كده تدخل بالكرة الجون شفنا جون رائع للمصري بورسعيدي من تصويب قذيفة بس ها ما قدرش يتعامل معا قذيفة وشفنا هدف لأحمد ياسر ريان من كرة واحد واثنين وشيب اسوء على طول مقابلة لا فيه كرة قدم حققية ومتحققية المباراة التانية طبعا كانت بين فريق الإسماعيلي دارويش الكرة المصرية ومودر الفيتشر وانتهت ايضا بالتعادل بهدف مقابل هدف عشان طبعا يصل فريق سيراميكا كيلباترا للمركز الثالث براسيد الثلاثة وعشرين نوطة والمصري بورسعيدي في المركز الثالث براسيد ثمانية وعشرين نوطة والإسماعيلي في المركز الثالث براسيد ثمانتاشر نوطة ومودرن فيوتشر